صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني ومعانا فقرة نبض السعيد معانا الأستاذ وحيد الجبالي مراسل الصحفي لجريدة بكرة أحلى ومدير فرع الجريدة بمحافظة إنا تكلم النهاردة عن نبض السعيد ومشاكل السعيد والسعيد دلوقتي واجهة قبل كلها دلوقتي فيها يعني اهتمام من السعيد الرئيس بأمور كتيرة هنعرف منه كل حاجة النهاردة أهلا وسهلا بيك يا أستاذ وحيد أهلا وسهلا بيك يا أستاذ وحيد إنت لسه جاي دلوقتي من السعيد لسه واصل دلوقتي حالة لسه واصل محمل بقى السعيد يعني طبعا حمد الله على السلامة طبعا الجو في الستوديو بيقول الدنيا ساعة إحنا متعودين كإنوية إن إحنا بنستحمل الشمس والحرارة مش العكس طيب نرجع بقى ونتكلم في جزئية يعني في أبو تيشت في محافظة إنا حازت على تميز الحكومي الرابع مستوى الرابع يعني إيه الموضوع دلقا والله إحنا يعني فوقنا بالمسابقة دي يعني الأيام اللي فاتت كان أعلنوا أنه مركز أو تيشت يعني فاز بالمركز الرابع من أفضل عشر مراكز على مستوى الجمهورية أي كانت الجايزة دي يعني بتنظم الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية بالتعاون مع بعضين في التميز الحكومي فالوحدة المحلية للمركز أبو تيشت فازت بالمركز الرابع طيب ده كلام جميل جدا ده طبعا لرؤية عشرين تلاتين آه للسيد الرئيس لرؤية عشرين تلاتين آه عشرين تلاتين تمام وإحنا بنأمل يعني من الوحدة المحلية للمركز أبو تيشت إن شاء الله نطبق الكلام دي أنا على الوقت عايزين الكلام ده عملي بقى آه عملي ما أنا شايفك لسه كنت نشر عندنا في جريدة بكرة أحلى مشكلة كسر المواسير العمومية بتاعتما كلمنا عن الموضوع ده برنا هو ده الموضوع الرئيسي اللي أهالي أبو تيشت محملين الموضوع ده إنه لازم يوصل آه يعني عاوزينه يوصل حتى السيد الرئيس آه في ظل اهتمامه بالصعيد آه يعني عندنا موضوع إحنا المياه إحنا في آه في ألفين وخمسة آه كان فيه موافقة على يعني قامة محطة مياه للشرب آي كانت تكلفتها تلتمية وعشرين مليون تقريبا يعني تلتمية وعشرين مليون جنيه آه تقريبا آه كانت شركة المنفذة لها شركة عثمان أحمد عثمان تمام بدأ العمل فيها وافتتحها المهندز إبراهيم محلب كان حاليا كان في التوقيت ديت يعني هو رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وقتها آه المهندز إبراهيم آه وفتتح عندنا المرحلة الأولى تلتاشر سبع عثم وعثم وعثم تمام تمام طبعا أثناء ما افتتح مكنتش لسه الخطوط خلصت آه فبيقى فيه ضغط جماهيري وإحنا يعتبر المحافظة التالتة على نهر النيل آه والألفين وخمسة ما فيش الالفين وخمسة تحديدا لما اشتغلت المية عندنا ما فيش مية حلوة من نهر النيل آه على الأبار والمية الجوفية فكان فيه ضغط شعبي إزاي يعني المهندز إبراهيم محلي لغاية ألفين وخمسةاش لغاية ألفين وخمسةاش آه لا فأبوتشت بس ولا في محافظة إين لا 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 محافظة إين كان فيه آه فيه مرشحات لا فيه وفيه مية وفيه مية حلوة لكن في مركز أبوتشت كان هو المرشح النجم والحمران آه تمام آه كان فيه ضغط من الأهالي عايزين زي رئيس الوزراء افتتاح والمية ما قاتش آه فكان فيه استعقال في تركيب الخطوط آه ومواصفات ما فيش حدش ماشي على المواصفات آه واستلام ما فيش آه ما كانش في الوقت ده ونشأت شركة مية الشرب آه كان الموضوع تابع للمحليات آه فوقينا بالأيام اللي فاتت لما روح ننكلم مدير شركة المية عندنا قال إحنا حتى الآن ما استلمناش آه احنا ما فيش يعني أسبوع ما فيش شهر يحصل انفجار في الخطوط عندنا آه مع العلم آه سيد رئيس الوزراء براهيم محليب المواندز براهيم محليب أثناء ما افتتاح كانت المرحلة الأولى يا دية 600 متر في السنية آه طبعا فيه مناطق عندنا مرتفعة آه المياه مش بتوصل فيها آه روحنا المدير شركة المية عايزيني شغل مرحلة تانية روحنا ما لقناش غير مبنى بس ما فيش أي معدات ولا حاجة فيه آه يعني لما قاعدنا نتكلم فهمنا انه لو اشتغلت المرحلة التانية المواسير دي مش هتبقى نهائي آه لما المرحلة الأولى ومش مستحملة لو دخلت المرحلة التانية آه أصدك يعني نوع المواسير نفسيها آه مستوعبة الضغط ده آه طبعا نوع المواسير دي طبعا مواسير هي 800 ميلي جي بي آر آه طبعا وديت تحمل العوامل الخارجية آه تعيدت حوالي 6 شهور تبقى تتعرض للشمس والأول الكلام دي آه قبل ما تتحط في الأرض آه فترة الفحت والتجهيز خدت من سنة ومصد سنتين آه ده أصر العوامل الخارجية أصرت عليها آه هي وفي الخارج آه نهيك طبعا عن الكحت مصافات ما فيش الرمل اللي بيتغلف حواليها آه نسب برضو مش اللي هي آه كله ده يعني يعني أصدق المواصفات اللي محطوطة بيها المصولة النفسية مواصفات مش كاملة لأنه لازم يبقى فيه نسب معينة في الرملة نسب معينة في بعدها عن آه وده على لسان ده على لسان مدير شركة المية عندنا في قوتش يعني آه قال إيه بقى قال نفس الكلام اللي قلتولك للمواصفات وأنه هم ما استلموش حتى الآن ما استلموش ده ده اللي ماسك في شركة المية أيوة شركة مية شرب أوتش المهندز أسعد آه المهندز أسعد آه أيوة نحن الآن دلوقتي ما استلمناش آه هي المية شغالة في الخطوط كده لكن قالوا إحنا ما استلمناش آه طب المشكلة فين هنا المشكلة إحنا دلوقتي عايزين نغير الخط الرئيس الخط الأم آه من أول المحطة لآخر الخط آه ضي يتغير آه تيجي مواصفات اللي هي المطلوبة طيب يعني أنا كنت كتبت أنت في جريدة بكرة أحلى عندنا كاتب أن كسر المواسير بتؤدي لقطع الماء آه إحنا قبل ما يشتغل مرشع عندنا كنا شغالين على المياه الارتوازية والمياه الجوفية تمام تمام طبعا بعد ما جاءت الماء دي فصل عنينا المياه الارتوازية والكلام ده عشان غير صالحة كانت آه غير صالحة أدمية يعني آه تمام طبعا كنا من سنة فاتت أول ما يحصل كسر زي كده بيستبدل المياه بالمياه الجوفية شغل المواتير الارتوازية والكلام دي آه طبعا السنة دي تلغت نهائي آه يوم الثلاثة اللي فات الماء أطع تخطي الثلاثة لأربعة الخميس الثلاثة اللي فات آه ثلاثة يام متواصلة آه ثلاثة يام هل المحافظة إنهوت يعني أعلنت أن في قطع للمياه أو أي حاجة من هذا القبيل هي أعلنت شركة مياه الشرب عندنا على الصفحة الخاصة بتاعته آه بس أسماء الكسر آه طبعا أنت عارف البيوت عندنا مش كله معا فيس بوك تواصل اتماعي آه فمش عارف إيه اللي حصل المياه قطعت قالك نصف ساعة تيجي ساعة تيجي لكن أخذت تلاتة يام أخذت تلاتة يام آه طبعا طلبة مرحدش المدارس مصليين مصلتش في الجوامع طبعا مواشي لا بس هو اللي مرحوش المدارس دولة مرحوشهم ما انبسطوا آه لكن اللي مصلوش في الجوامع ما لهمش أعذر يتيمموا آه آه لكن احنا بنقول أن المياه حياة تلاتة يام انقطعت وده صعب جدا ولكن يمكن كان الموضوع كبير يعني لو كسر في حاجة رأسي هو الموضوع كبير وانا من هنا بمكاني بشكر صراحة صراحة لاملين آه بشركة مياه الشرب عندنا عمال فنيين بميرض الله يعني هم الناس ما قصروش طيب يعني صراحة أستاذ وحيد الجبالي ثلاث يام متواصلين يعني ببعت لكم تحية لشركة مياه الشرب بمحافظة إنا آه تضامنا مع برضو جديدة بكرة أحلى على المجهود اللي هما بيقومهم صباح يوم الخميس طبعا المياه حوالي ساعة شهر اشتغلت آه يعني على العصر حصر الكسر تاني مجاور للكسر الجديد آه طبعا خلص مبارح حوالي ساعة ناشير بالليل تصليح طبعا مبارح صلاة الجمعة أغلبية ناس ما دخلتش المساجد آه يعني احنا بناشد سيادة المحافظ عبد الحميد الهجان اتخاذ الإجراءات اللازمة تغيير هذا الخط لأنه ده شريان الحياة وتشغيل المرحلة التاني من مرشح نجم الحمراء طيب واحنا حاولنا نكلم سيادة اللي هو عبد الحميد الهجان على تليفون ويزر كان مبارح كان أجازة لأن كان تليفون بيرن وما كانش بيرد هنحاول نتواصل معه مرة تانية عشان نتكلم في المشكلة دي اللي حضرتك بتقول فهو سيادة اللي وعد الحميد الهجان عليه ضغوط صراحة وأكتر موضوعه يعني اللي هو موجف التنمي عنديني موضوع السقر آه تكلمنا ما احنا جايين لموضوع السقر موضوع السقر هو صراحة هو اللي موجف التنمي عنديني طبعا سيادة المحافظة عندنا وسيادة مدير الأمن مجد بير القاضي طبعا عاملين شغل ما شاء الله عندنا صراحة أنه أكثر من 40 خصومة سقرية عنديني ما شاء الله طبعا خصومات دي متأثر علينا على التنمي على التعليم يعني حاجات كثيرة عنديني فهي الآفة الأولى دي عنديني في محافظة إنا الصراحة ومركزة بطيش تحديدا تمام برضو من خلال دوت احنا برضو يعني أهلينا في محافظة إنا بنقول لهم يريد نتكاتف مع الأمن ومع المحافظة ومع الجهات الأمنية في شتى صورها لإنهاء موضوع الصقر لأن احنا بقلنا سنين في موضوع الصقر دوت وظلن دلوقتي محافظة إنا بقى فيها عظماء يعني فيها صراحة برضو احنا ما ننساش نشكر برضو يعني لجانب المصالحات لها دور كبير يعني في الموضوع ده صراحة بتساعد الأمن كل الشكر لهم يعني رجال المصالحات قامات يعني عندنا في المركز وفي المحافظة عامة يعني على مستوى السعيد يا بوي السعيد عندنا يعني في جنب الذات عايزة أقول لها قامات طبعا احنا سعداء ان احنا معانا الأستاذ وحيد الجبالي ومراسل الصحفي لجريدة بكرة أحلى في وجه قبلي ومدير الجريدة في محافظة إنا وهو جيه احنا بنشم منه ريحة أهلين هناك تعارفين اننا ناوي وعندنا احنا عنصرية في حكاية الموضوع إنا ووجه قبلي نرجع تاني الأستاذ وحيد ونقول ايه المشاكل اللي بتقابل برضو محافظة إنا هل المحليات وعدم موجود أعضاء مجالس محليات ليه هدور في اللي هما فيه ده؟ هو صراحة يعني تأخر المحليات لها تأثير كبير عندنا يعني المحليات لها تأثير جامد نقص خدمات جامد عندنا صراحة وفيه موضوع الصحة موضوع الصحة ده صراحة يعني أكبر موضوع يوم من الموضوع القناعي الشرع القناعي يعني صراحة طبعا عندنا مستشفى نجح حمادي ومستشفى أبو تشت ده طبعا فيه إحلال وتجديد وخاصة المستشفى أبو تشت عن دينا طبعا كان لها إحلال وتجديد خطة وزارة ده في 2015 تمام واعتمد لها مبلغ مالي 109 مليون جنيه تقريبا لكن أحد الأعضاء مليس الشعب مشكورا يعني قدم أوراق وطلبات بتحويل المستشفى أبو تشت من مركزي إلى عام فكانت هنا فايدة وحصلت حاجة تانية طبعا غيروا رسومات طبعا عدد الأسرة زادت عدد السرير طبعا زادت تمام من 63 سرير إلى 260 سرير تمام طبعا ده كان ليه تأثير واعتمد مالي من 109 مليون الـ 216 مليون جنيه تقريبا برضو فيعني عندك من 2015 لغية 2019 أربع سنين أربع سنين طبعا المستشفى اتنقلت الأيهزي والسرير اللي كانت فيه مستشفى حميات فبرضو ما فيهاش الرعاية اللي هي المطلوبة للمواطن اللي بتشت تمام في الحالات الخطرة ما تستقبلهاش مستشفى وتشت يتم تحويلك يا إم على جناة يا إم على سهاجة والمشوار ده أو المشوار دي تقريبا ساعة لا ده فيه ناس بتيجي مصر بتيجي القاهرة فيه ناس بتيجي مصر يعني أنا مرات عمبي لما كانت تعبانة وصوها قالوا لها تروح مستشفى الأسر العيني في مصر نوديك مستشفى تلقى مستشفى الأسر العيني فهم هم عايزين مؤسسة كبيرة لأنه هم هناك محرومين من ده طب هل يا ترى رجال الأعمال هنا هوت أنا شايف أنا عارف طبعا لأن أهلينا في محافظة أنا برضو يعني زي ما هم عظماء في العلم هم عظماء برضو في المادة يعني ليه ما بتحاولوش أن يبقى فيه يعني مثلا تبرعات أن يتعامل مؤسسات كبيرة زي ما موجودنا في القاهرة تتعامل في وجه إبلي بوجه العموم يعني هو منظم يعني المستثمرين اللي في القاهرة هنا وستة أكتوبر يعني في وجه بحري أغلبتهم من عندين بيطلع يستثمر برا ما استثمرش في المحافظة تتكلم على المستثمر يقول لك بيعجدوا للورد مش عارف إيه فبيجي هنا يعني يشوف اللاجل حاجة سلسة هنا طيب أما هناك ما فيش التنمية اللي هي زي وجه بحري فتملي هو يطلع على طول المبحر لكن هناك ما فيش التنمية يعني صراحة طيب يعني برضو إحنا بندعو المحافظة إنها تحاول تساعد المستثمرين عشان يعملوا بنية أساسية برضو في محافظة إنا والوجه الإبلي بوجه العموم صهاج وأسيوت والمينيا وبني سويف يعني برضو دي كلها حاجات يمكن الأرمان في وجه إبلي بصراحة بيعملوا شغل كويس جدا آه في محافظة الأسر آه إحنا بنتمنى من سيادة المحافظ يعني حسب تعليمات سيادة الرئيس الجمهورية عم فتح السيسي إحنا عايزين مصانع للشباب عندنا في مركز أبو تشت إحنا مركز حمادي مجاور لنا فيه مصنع سكر مصنع ألمنيوم تمام؟ شركات عندنا مركز أبو تشت ما فيهوش أي مصنع فيه أراضي فيه فيه إمكانية لديه يعني فيه أراضي تعمل عليها مصانع هناك؟ دينة ظهير صحراوي ما شاء الله آه ظهير صحراوي واسع آه نتمنى إقامة عليه مصانع لتشغيل الشباب فرص إيجاد للشباب نعم ما عايزينش الشاب بالقناة إحنا ييجي القاهرة أو ييجي اسكندرية آه ما عايزين نفتح له مجال عن دينة صحيح صراحة يعني طيب يعني برضو إحنا بندعو وبرضو لناس التقنين الأراضي الزراعية في الظاهر الصحراوي يعني تقنين الأراضي والكلام ده عشان ده برضو بيعمل استثمار وبيجيزيب عمالة برضو يعني ولذلك احنا مندعو آه الإدارة المحلية بمحافظة إنا ومحافظ إنا إن هو يشتغل في أولا آه تمهيد الأمور للمستثمرين ثانيا آه بالنسبة حتى لتقنين الوضع بالنسبة للأراضي لأنه غالبا الأراضي هناك عندنا في إنا أراضي جبلية كانت ويبتدوا الناس يروحوا يزرعوا ويعملوا فبرضو بيقابلوا مشكلة في إن هم يمتلكوا هذه الأراضي فعلا كله بالجهود الزاسية آه فندعو من سيادة المحافظة أنه يلقب نظرة على المزارعين دول يعني صراحة تمام طب التعليم أخبره إيه هناك يعني يعني والصحة هل التعليم والصحة في حراك فيه ولا في مشاكل برضو فيه لهو التعليم صراحة يعني إحنا فيه طفرة سنة دي من إحلال وتجديد كمية كبيرة من المدارس وزيادة الفصول صراحة يعني بس في مركز أبوتش برضو نقص المدرسين آه أنت جاي محمل بمشاكل أهالينا في مركز أبوتش آه طبعا لأنه المراسل الصحفي ومدير فرق الجريدة هناك فهو يعني جاي محمل بهذه الأمومة هو لسه جاي تازم من السعيد علينا ويرجع تاني هيستقبلوه فإلا هو اتكلم عن مشاكلهم يا إلا ما اتكلمش وإحنا عندنا مشكلة هناك هيعملوا فيك هناك لا إن شاء الله كل خير بأمور الله آه وطاني حاجة عندنا احنا قلعة برضو يعني جمع الجنوب الوادي الحمد لله يعني فيه ما شاء الله تعليم عالي أنه عندنا الحمد لله يعني حاجات مباشرة بإذن الله يعني طيب يعني إحنا عايزين برضو نقول أن الأستاذ وحيد الجبالي المراسل الصحفي بجريدة بكرة أحلى دير فرق الجريدة بمحافظة إنا جاء محملا بالهموم ولكن هل المحافظة بتتعاون معاك ومعانا كإعلاميين وصحفيين في نقل وحل المشاكل يعني سواء أنت بتنلوم المشاكل وهم بيحلوها هل بيبقى فيه رد فعلي سريع لا هو صراحة فيه رد فعلي سريع صراحة من سكرتارية المحافظة عامة اللي بتتمثل في الأستاذ كمال شالبي أيها تمام والسيادة المحافظة على الحميد الهجان صدره رحي بصراحة يعني طيب هو طبعا في نهاية اللقاء أولا بنذكر الجندي المجاهد بصحيفة موقع جريدة بكرة أحلى الأستاذ وحيد الجبالي مدير فرع الجريدة محافظة إنا بنشكره على مجهوده وأنه على طول مجتهد في نقل مشاكل الجمهور ومواطنيننا وأهلينا بمحافظة السعيد شكرا لك على وجودك معنا شكرا دكتور الله خليك عزيزي المشاهدين احنا طبعا بالنعيد مرة أخرى التهنئة ليكم بمناسبة المولد النبو الشريف أعداه الله عليكم باليمن والبركة عزيزي المشاهدين انتظرونا كل يوم سبت في نفس الموعد من 8 إلى 9 حلقة جديدة ولقاء جرديد وبرنامجكم صباح بكرة أحلى اشتركوا في القناة